المعارضة ترفض فكرة عمدة فيينا احضار اطفال من غزة توقيع اعلان نوايا سياسي مع بريطانيا لتبادل المعلومات الامنية ثلث سكان فيينا ليس لديهم حقوق سياسية بسبب قوانين الاندماج المفوضية الاوروبية توافق على منح ثلاث مليارات يورو للشركات واحد ونصف مليون قطعة سلاح موجودة لدى العائلات في النمسا وتفاؤل حذر في اسواق فيينا مع حلول اعياد الميلاد تفاصيل النشرة على النمسا ميديا اهلا بكم وفي خبرنا الاول عرضت مدينة فيينا استقبال اطفال من غزة في مستشفياتها حسب ما اكده عمدة المدينة ميخايل لودفيك من الحزب الاشتراكي اس بي او وطالب لودفيك ببحث الترتيبات اللازمة لذلك مبرزا اهمية المساعدة الانسانية للاطفال المحتاجين من جهته اوضح المتحدث باسم الصحة في فيينا ان هناك محدثات جارية حول نقل الاطفال من مصر الى فيينا وعرض رئيس حزب الحرية اليميني دوميني كنيب ذلك مطالبا بتوجيه مساعدات الى المستشفيات العربية المجاورة لغزة اكد وزير الخارجي النمساوي اليكساندر شالنبرغ اثناء لقائه نظره البريطاني ديفيد كاميرون اكد على اهمية الشراكة الاسراتيجية بين البلدين وضرورة تعزيز التعاون المشترك واشار الوزير الى اهمية التوقيع على النوايا السياسي يهدف لتعزيز الشراكة بين النمسا وبريطانيا واكد على ضرورة تنسيق السياسة الخارجية لمواجهة التحديات العالمية واشدد على تعزيز التعاون في مجالات مثل مكافحة الارهاب وتبادل المعلومات في اطار الاجتماعات السنوية لوزراء الخارجية كشف الاصدار السادس من مقياس الاندماج في فيينا ان اربعة واربعين بالمئة من سكان المدينة لديهم اصولا اجنبية اضافة الى ان ثلث السكان ليس لديهم الحق في الانتخاب واظهر التقرير اثر المهاجرين على الدخل والتعليم والسكان وتشير النتائج الى ان الاكثرية الجديدة تملك شهادات تعليمية ومعظمهم من الاتحاد الاوروبي وعلى الرغم من ذلك اظهر التقرير التحديات في السكان والعمل وتفاوت الاجور بين الرجال والنساء ذوي الاصول الاجنبية اقرت المفوضية الاوروبية خطة نمساوية بقيمة ثلاث مليارات يورو لدعم الشركات المتأثرة بارتفاع تكاليف الطاقة بسبب الازمة الروسية الاوكرانية وتشمل الخطة مساعدات لتعويض الشركات عن زيادة تكلفة مصادر الطاقة وتغطية التكاليف الاضافية للكهرباء والغاز وتقدم المساعدة كمنح مباشرة لشركات مختلفة باستثناء القطاعات المالية واكدت المفوضية ملاءمة الخطة وضرورتها لمواجهة الازمة الاقتصادية مع الحرص على الحفاظ على المنافسة العادلة في السوق الاوروبية الموحدة كشف تقرير حديث من هيئة السلامة في النمسا كإففاو أن أعداد الأسلحة الخاصة في النمسا وصلت إلى 1.43 مليون قطعة ويعزو 26% من المالكين استخدامهم للأسلحة لحماية العائلة والمنازل ورغم الغرض الأساسي لحماية النفس فإن استخدام الأسلحة يشمل أيضا النشاطات الرياضية والصيد وارتفعت حالات السرقة من الشقاق والمنازل بنسبة 31% إلى العام 2022 حيث وصلت لأكثر من 6000 بلاغ ومع ذلك حذر الرئيس كإففاو كريستيان شيمنوفيسكي من تخزين الأسلحة بشكل غير آمن لتجنبي أن تصبح هدفا للسرقة وفي خبرنا الأخير أفاد استطلاع من غرفة التجارة والصناعة في فيينا بتوقعات حذرة لموسم أعياد الميلاد هذا العام وذلك بسبب تكلفة المعيشة المرتفعة والإنفاق المنخفض وتوقع الخبراء زيادة طفيفة في الرغبة في التسوق مقارنة بالعام الماضي مع استمرار الطلب على الهدايا الكلاسيكية كالألعاب والمنابس وعلى الرغم من التفاؤل عبر حوالي 24% من المستطلعين عبروا عن قلقهم بشأن المصرفات فيما يخطط 61% لشراء هداياهم عبر الإنترنت مع ارتفاع 14% باستخدام المتاجر الإلكترونية النمساوية نهاية النشرة شكرا لكم على حسن المتابعة مزيد من التفاصيل تجدونها عبر تطبيق إنفو جراد كنت معكم أنا هيفا ألقاكم في نشرات لاحقة أمسيا سعيدة بأمان الله اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر